مرحبا وين سننا اليوم؟ سننا بطرابلوس مش بس بطرابلوس بمحل كتير مهم كتير بعز على قلبي انتعرف تعليب 2017 نحنا بجابل محسن وبيب تبيني بمحل اسمه قهوتنا رح فوت عرفكم هلا على ليه بعد محط الماسك ونقلع سوا وتشوفه مارتش انجي او شو عم تعمل شغل شي بيفتح القلب شي عن جد بحط دامعة بالعين رحفف حاك عليكم وفوت نشوفه وورا هيدا المبنى المزين وملون شو في يلا لتس جو جنينة حلو كتير وصلنا كنتعرف علي هلو مجور انتوني مجور هيا ليا خبينة عني اول شي وشو رح نشوف اليوم وشو وصلت ومارتش وطعمل اوكي انا ليا بارودي انا من مؤسسين وبدير جامعية اسمه مارتش يلي هي بتشتغل كتير بطرابلوس ببرنامج اعادة تأهيل للشباب يلي كانوا يشاركوا بالنزاعات الطائفية يلي انتزعت حياتهم فاتوا على الحباس شاركوا بالعنف هوني عنا برنامج يلي انطلق من قهوتنا هيدا المكان اللي هلا رح تفوتوا عليه ويلي بيعطي فرصة جديدة لشباب وحتى سبايا حابين يحسنوا مستقبله من هيدا الناحية بيجمع اذا بتشوفوا قهوتنا هون موجودة من ميلة هون شرع سوريا من الميلة التانية هون يكي جبل محسن قهوتنا على خطوط التماس السابقة بالضبط في مدخل يلي بتشوفوا هون من بلدة البنية هلأ بتشوف انه في مدخل تاني يلي هو بيطلعك على جبال محسن تحتى يكون نقطة تلاقي لشباب بين المنطقتين إذا ما بيعرف تفاصيل هكي بريف عن شو صار هون بأي سنة هيدا المنطقة شهادت حروب كتيرة بلشت من ايامات الحرب الاهلية بس يلي سار انه بالألفان وثمانه رجعت تتحرك هالمعارك هون وصار في عدة جولات معارك بين بابة الباني وجبل محسن يلي ضلت من الألفان وثمانه للألفان واربة عشر لما فات الجيش وعمل الخطة الأمنية والمعارك كانت كل فترة وفترة الشباب يتعاركوا ببعض صار في مئات العالم التحايا وبنفس الوقت زبادت المعارك لما صارت فيه الأمور بسوريا بالألفان وخداعش ومش بس يلي صار كمانه كان في كتير شباب مش بس صاروا يمون يفوتوا بالمعارك صاروا يقطعوا الحدود ويروحوا يحاربوا بسوريا بس يلي العالم ما بتعرفوا ولي انا اكتشفته السبب الأساسي لهيدا الشي اللي صار ما انه عن جد فكر انه اديولوجيا هالعالم كتير تهمشت هالمناطق كانت كتير مهمولة ومتروكة ما حدا تطلع فيها فمن ورا هالتهميش هالغضب يلي عايشين فيه من السهل ان ينلعب بالعالم طيس يصير عندهم شي يحسوا انه عندهم شي يقامنوا فيه او يكونوا عم بيحاربوا لقلو او اتترا فهالمناطق بفتكر انه كتير كدة مظلومة واللي عايشين فيها كتير مظلومين من عدة نواح ان كان من الفقر ان كان من الاجتماعي ان كان من الظلم يلي عاشوا فيه ونحنا عام نجرب نعطي بديل نعطي امل طب قد لجوه نبدأ نحكي بكنتين عن مارش كان نحكي اول شي عن مارش مارش تشتغل كل شي حال نزاعات واعطاء فرص لشباب حتى يكونوا لحال مستقبل افضل بس كل شي من خلال برنامج تلاقي بين طوايف اللي موجودة بلبنان لانه نحنا عايشين ببلد فيه تعاددية وهي ده التعددية لازم تكون شي بيغنينا مش شي بيفرقنا شي بيجمعنا لانه نحنا كل واحد منا عنا شي نجيبه وبيعتقد انه لما ننتبه انه هيد التعددية مفروض تجمعنا وتخيل نكون اقوى ونوقف ونخاف من بعض بفتكر هيك بيصير لبنان ماشي حالو شرع نشوف اليوم كم قوضة عنكن كم محل كيف مقصة مقصة المبنى اللي احنا فيه ورح مفوت متعرف على الكل هيدا المبنى كتير اكله اصف بالحرب هلأ بيخبروك الشباب اكتر عن هيدا الموضوع هيدا المطرح جحينا اللي انت في هون يلي هو اسمه قهوتنا اللي فتتحناه بالالفين وستععش من بعض ما عملنا مسرحية جماعة شباب كانوا يحاربوا بالمعارك من بابة الباني وجبل محسن مثلوا مع بعض بمسرحية وصالحوا من خلاله فتتحنا هالقهوة هيدا المبنى هيدا المبنى بيقولوا انه بالخمسينات الكبار واللي اللي كان بيجوا بيزيرونا بيقولوا انه بالخمسينات كانت سينما قديم هلأ بتشوف المطرح وبعدين اتحولت الى مستوضع وبعدين شباب بيخبرونا انه هيدا المطرح كان يصير يخزن سلاح في ايامات المعارك فنحنا ارجعنا حولنا لمبخى ثقافي القهوة ثقافية هون هيدا المطرح هون اللي شايفو هلأ اللي هو من ميدة بابة الباني هو مثل الهانجاوت آريا المطرح وين ما بيقعدو بفوتو بشربو قهوة بلعبو وراء اللي بدوني هوني عندك طارق وطمطم هاشب هزر هلأ شوفون شربونا العيونة شوف تشربو طارق سكر او برا سكر برا سكر كم شخص تقريبا بيشتغل اليوم هون حاليا بين هون وبين هون الشباب اللي بيزروا ع بيروت بيطلعوا لانو عم بيساعدوا بالترمين تبع بيروت وصبايا حاول المية شخص طيب من اول عملشت اليوم تقريبا كم شخص صرت هون فوقس ثمية وخمسة وشو هنه يعني شو هنه الاصصص اللي انت بتعملي غير انا بشتغلوا مين عم تساعدي شو ايز اليوم اكل راح فسر لك هيدا برنامج اسمو برنامج باب الدهب اوكي يلي هو برنامج يعطي فرص لشاباب يلي حتى يقدروا يتعلموا مهنة اول شي بس عالارض يعني هنه عم بيطبقوا بعدة مجالات هلا بموثة بنفس الوقت في صفوف انجليزي عربي اللي ما بيع في اكتبوا يقرأ هستوري كاليغرافي تاريخ كل انواع الصفوف اللي فيها نوع من الهدوكيشن بالاضافة الى صفوف وساطة او حل نزاعات هيدا التاني من الهدوكيشن بنفس الوقت فيه كل شي نشاطات اسم نسميهم احنا team building activities يلي هي غير الغداء اليومي اللي هلأ بس للأسف بسبب الCOVID موقفينو عنا كمان نشاطات ثقفية بنعملن معون يعني كل فترة وفترة يا منعمل ضهرة على منطقة تحتا نعرفن عغير مناطق لبنان كلهم سوا يا مندوح على مسرح حتى او حتى مثل ما هي واحد يفوط لهون كان يقف مدمر بيضهر على القليلة عنده فرصة يعني بيشوف شو عنده يعني بي عطا فرصة يتعلم شئيه و بيبالشهايت جديد الأشغلس عم شوفهن وورا ما بحياتهم كانوا مشايعا ما كانت قهوة شو يا طارق إذا مشتغل عم كانت تمنح الوقت المجالات اللي احنا منعلم ان نضرب الشباب فيها هي حتفة يعني فيه أول شيء قهوه اللي كل شي تكون باريستا ات novamente في مجال المطبخ اللي نحنا رح نطلع اني انا ها نتحنى المطبخ اللي نحنا نطلع نشوفه اللي ستحنة م شن من زمان ويلي راح نفرجيك عليه منعمل فيه مونة أكتر شي عنا مجال كل شي خياطة هاي الخياطة الدومين لخياطة فيه جروب من الشباب تعلم كيف يصنع مسكات بقول المسكات جيين من ماتش كل شي بي بي مش بس مسكات حتى دي توني حتى دي بوني up to standards up to medical standards بنفس الوقت عنا جروب الشباب يلي هو بيشتغل بكل شي جارة اوكي في عنا شباب يشتغلوا خياطة على اليد وصبايا كمانا وفي عنا شباب كمانا بيتعلموا مجال العمار اللي هنه بو بلشنا فيه اول شي ويلي هنه كن الترباع عبي بيساعدوا بي بيروت هلا كهربجية سنجارية دهان كله هلا هول انتقلوا ع بيروت يساعدوا بي بيروت ريليف وعنا كمانا مجال الجاردنيج او الجنينة والسدراع هنحنشوفهم كنون فوق راح نحنشوفهم الكافة ينو مفتوح لكل الناس صح اكيد قبل ما لقيك هاي هيدا الكافة وينصارت اهوتين يلا يبين اهوه كتب حول فيها كوزيت بنتي كل شي معمول هولا معمول اوغانيك هول لبسان هول البايتنج معمولين من شباب هون هاي ده نعملت مع الشباب مع ارتست اسمو شرين استعمل كل شي كان سقر من قدية وهو اللي ساعدنا ندهان مع الشباب كمانا البنية اللي شفتها كلها مدهونة هاي ده كمانا كلهم مولي بنتيز معمولين من الشباب هاي ده كمانا في هيدا هيدا التعكيسي خلال قدية شباب مشطايا اتعد وهي ده كمانا صنيه هي معمولة هون من شباب الاجارة هيدا لوجو كانيا مكان قدية لها موحتوى موحتوى فوق هول صواني كمانا معمولين باي هند من برغانيك أهلاً سهلاً أهلاً أهلاً سهلاً هل تقارب عسكري مدنياً؟ لماذا سمعت باب الدهب؟ باب الدهب سمعيني لأنه الشباب أخبرونا أنه بالزمانات يعني بالخمسينات كانت المنطقة هون كتير مزدهرة وكانت أصلاً الخط اللي تأخذ كل الكوميرس وكانت مزدهرة وكانت مقصمة جبر محسن باب الدهب كانوا يلاقبوه باب الدهب فحباينة نرجع نرجع الذكريات كمين ديناتهم اللي هي بتذكر أيامات أحلى إن شاء الله من هون من كافي لفوق من كافي بعض لفوق هلأ هون رح نفوت على المينة من الأهوية اللي هي السكتبلي بيجبر محسن حسناً شوها المبنى يلي مساق بالنص 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 انت هلا وقفة عزيح اجر هون اجر هون اي صح تابلينا عن تاني قوضة يلي هي روعة هذه القوضة هي المولتي بوربوس روم يلي بصير فيها عدة ووركشوبيات بصير فيها فيه مسرح مسكرين وفيها عدة مشاغل هلأ بدي خبرات شوية أول شي هونيك عندك المشغل طبع المسكت هلا نفوت لعنده ايه هلا انا حب فتترديك عشغلي قبل ما انك حسب يلي هي هيدا المكان هيدا المكان هيدا المكان هيدا المكان ايه هيدا المكان استلمت المبنى كان هيدا هيدا الشخص يلي عمل هيدا المكان يلي هو واحد من الشباب وعملنا ايها سرپريز عملها بأيدو يعني جمع صار غراض قصص مبين حدا بيستعمله ألعاب مكسره اتسطرا وعملنا هيدا المكان كسرپريز ايه كيف شايف ان احنا كما أثرتنا من خلال البرنامج بالمواطر و هنا هو عم بيقول كما تتبعون جمال نحسن حبل حسنا إنه سيمبوليك و بعدين نتبسل البرنامج من خلال هيد القوات وهي هي الخشطات اللي بنعملها الغدوات إعادة الترميم لأننا نحن بلشنا بإعادة الترميم المحلات اللي تدمرت على خطوط التماس هيك بلشنا الـ vocational training كانت بيوري على الـ construction ورممنا فوقت 350 محل على خطوط التميس و البيب التبيني و الرباء المحسن و نحنا عم نعلم الشباب العمار لها كيف خصير بالترابروس هيك بسألك العم أنا شخصيًا واني من ترابروس ولا جايي على ترابروس بركي قبل ما بلش المشروع مرة بس أنا عملي ميدياشن يعني وساطة وحال مزعات من بعد ما شتغلت بزنس وانا عندي ماسترز أشقسي وصغلت كونسولتينج وجي من عالم غير كلياً بس عندي هكي هالشغف أنه أنا بحب أتعرف بحب ما عندي خوف من حدا وحبيت جرب كانت بالباك بالالفين واربتع عشر جرب مثل هيكي اكسبرمنت صغير وشوف إذا المسرح أو الفن فيه قرب عالم عبعضة من خلال الوساطة وإياماتا كنت عم شوف أنه وين فينا أعمل هالتجربة كنت أحضر على التليفزيونات أواخل 2013 وكل شي كنا نسمعه باب تباني جبل محسن معارك مبعف راح قتيل فأنا هونيك لزم جرب هالتجربة كانت كتير صعبة أنه اطنع حدا يساعدنا اطنع العالم اللي هوني كمان يشتركوا معنا أول شي العام الكبار يساعدونا احكي مع الشباب الشباب اللي أول شي اللي يناهن ويناهن يجوا على التمارين هيدا كله كان من أصعب من أصعب شين ومن هون انطلقنا و... منشوف كيف انطلقتوا؟ يال يال موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر 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 أعلم أنه يجب أن يكون ملتقاً إنه فهو يبدو أنه يكون يبدو أنه يكون ملتقاً إنه جميل سراحة وحلو إنه في عالم شهاطرة بتكتشف حلقة شهاطرة بأمور ما بتعرف إنها شهاطرة فيها وبتكتشف قصص بتحبها ماذا يا خالد؟ قدر تتركزوا كمان أهيك؟ ماذا؟ ماذا؟ مثلا خالد خبرشو هيا أول مرة بتعمل هيك؟ ايه أول مرة قابلني خالد، اتخيلت بحياتك أنك تعمل هيك؟ دا أول مرة هيا أول مرة هيك مقصود؟ ايه أكيد تستحض شوك؟ أنا، أحمر زرق بجوازات أرتباد لسألوم ع needingسان السيرب تناني بمطارن أو او درجة ولسألي قابلني، خبريني، كيف وكم النظر؟ بدأت من بيروت هنا قدب من الدرجة؟ قابلني، بنнибудь بارونا قابلني، اسم على حولك ونستعمل هولا لنعمل فيهم كشنز أو الكراسي كمان ما بعرف اذا شفت الكرسي ونعمل ديزاينز أو مع الكاليغرفي عنا هون معلم كاليغرفي بيعط صفوف للشباب وفعنا هيدا الجملة من قلبي يا بيروت وعنا كمان كانيا مكان السيد فابوحارب وليمينديس ايه اسم الكولكشن ايه 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 شو شو تتعرف كمان نفوتها شوه يلا ايه اوه ملددا ايه ايه فهون هاي هذه المسكات هون الماسكات دي عملو هون هون ثلاثة ثلاثة لاحظة مع الواقع المطلوبة وهنا هنا المسكة 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 مصنعين فوق 11000 المسكة كلها المسكة لا يقطع المسكة 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 هناك شباب مصبايا يتعلمون على هذا الشيء كل واحد مسؤول عن شيء ويجي اخر شيء على التعقيم وعلى الاتتراقب ما يفوتوا على الباكس هؤلاء المسكة هنه هنه الكمن للباع بس كمانا فيه كمية كبيرة منها نحن وزعناها وزعنا كمية لجيش وزعنا كمية للرد كروس لجمعية عايزة وللمنطقة هون لانه فينا قصف ومسكة مكتير خيصة هون الباعب التعقيم ها بإنتنا هل تفضل زيت هل هل يوجد فيه سهل زيت نحن نطعي لفوق مارش مارش يعني شغلتين مارش يعني مارش نحن نمشي لقدام مارش يعني أول شهر من الربيع يعني كل شي بدايات جديدة أتعلم هذا Onyx لomos البصد انطلب الثمان وأتنوي انطلقت مارش جيد هلأ رح تسير في جامل كم سؤال على الطريق؟ هل الأشخاص اللي هم تشتغل هون معي؟ هل يشتغلوا موظفيين؟ هل يبالشوا مني يتكره حالهم؟ كيف ستستاني؟ لما يبالشوا بالبرنامج لانه تغطي مصاريفهم لأنه هول يا عالم هالقلقة هل نتكلم فينا كله هي تسدي هستري من جبال محسن من ترابلوس من الأربعيهات للمعارك لما نحنا بلشنا هون مع المسلحية هون المشروع البرنامج البروجيات اللي عملناها الفوتبول مع الجيش هون المشروع اللي وين عمرنا مركز التبريبي تبع اليو 12 تبع جيشة البنانة معون؟ هون؟ هل وصلنا على كانيا مكان هلاء الشاباب؟ قبل ما فارشونه قبل ما فارشونه قبل ما فارشونه هون يقدر يكونوا يغطي مصاريف وعندهم استيبت ويتطوروا مع الوقت هلاء نحنا اللي عم جربنا من خلال كانيا مكان من خلال بي 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 من خلال كل شيء سستينبل انو يصير تمول حالة بحالة يصيروا اذا ما يلقيوا يشغل يقدروا على القليلة يكون عندهم اندهول الانترابيونرشب لانو نحنا قبل لما كانوا يظهروا الشباب من البرنامج قبل سبعة عشر سي سنيني ولمصار الانهيار كنا نجرب لقيلوا الوظائف كنا نجرب لقيلوا الوظائف كنا نجرب صعوبة لانو كتير من هالشباب عندهم رصاص على سجلاتهم بس وصلنا يعني في عالم عن جد او بردي عمل دعاي هلا بس في عن جد عالم اه اه ووظفوا عالم بالمعامل بلتا بعولا بيقتترا هلا مصار الانهيار الاكتسادي لنا اوكي وانتو بي مور كريايتو وهون خلقنا بيبدها بكونسراكشن يعني هلا مثلا شاباب بنزلوا عابدكو بنتفعلهم لشغلهم تحت وهلا عم نطلق توك توكنا وبعض هولكرون مطارق اليون هول انت اول واحد بيعرف فيهم بس على فكرة توك توكنا كانيا مكان ديزاينز الماسكيت الشي اللي بنسمي The Love and War Tour شاباب بيصيروا tour guides هون طا يخبروا تفرجوكم نخطوط التماثل السابقة ويخبروكم من وجهة نظرهم كمانا شو كان عم بيصير هون سوين خلال كل هالممبادرات ومن خلال قلبي عجاري هي الموني اللي بنعملها بمطبخنا هون تحتى نقدر لما نطلقون على الاليلة يكون عندهم شي سستينب من تحت قدش حلوك طلعوا هون قدش احب هون 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 شوف هون شوفنا هون تحت هون كم متر مربع عندي هون تحت كم متر مربع عندي هون تحت قدي عندي 700 ايه وهون رببلي رببلي نفس الشي خلالهم هنا تحتاج اللي ربلي التفاصيل نشوف الزهور , نشوف الدتائيل , نشوف الخشم , نشوف الدين ما في شهي معمول كيف مكان وكل شي هون هون معمول هون هون مش اسمه اللي تحتمسك به هون من البلانت اللي زرعناها من قبل الشباب هون راح تشوف اللي ياخدوا نعم جل بير مع جيل بير لترينر هذا تكتك هذا تكتك جيل بير لترينر هيا جيل بير خبرنا شو عم تعمل هون وخبرنا الاسPERIENCE كيف عم يتعلمون سريعين بالتعليم نحنا ارادة زرعنا ونحن هل عم نعمل مينتننس الزرع تبعنا عم نصقيهم كل جمعة بأول الأسبوع من طلع اليون من شحلهم من اذا بدون دواء اذا بدون ماي من رتب الأمور نقطف كمان في عنا اشياء جاهزينها حتى كمان اذا بتحب تشوف اللي فوق زرعنا هون كمان تنزيد على الاركتكتشور أكتر أوريانتل فيلنج على الموضوع شكرا هذا كل سكتشن مزروعة من قبل الشباب اللي عم يتعلم غوردنينج كيف يدخل كيف يدخل الصور كيف يدخل الصور وكيف تنزيد نظر سوف نرى اذا سألتك 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 بيجنين سألتك 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 ثلاثة سألتك 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 مكان لا يوجد أنك نحتاج نظر لحرب نظر لحرب لكنها قصة هالشباب لأنه قصة هالشباب كل شي عم بيصير هون كل شي بتشوف وهي منهم فمشان هيك سمينا الهوب كانيا مكان هالهوب كانيا مكان فيه عدة قوض فيه قوضة تانية اللي كمان فيها خياطة اسمين الموني طيبا موني هي متل اكسنشن على الفوق هون يعملوا ماشي مش عامل هون تلبيع على سرعة بس مش مستعمل هون اللي عم تشوفون هون الهون يحصلون الجميع هون 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 هونت تحديد هون هونت تحديد انت بدك تذهب على سوبر ماركت ما بدك تتمسك بلاستيك ما بدك كذا تضع هذه بجسدينك هي رح تكون مطبوعة ومحتوط علي ديزاين وعندك الباك تبعك تتعبب فيه كله الوين وكله الوين فرح و نعم قيامت السابعة ونضيف كله الوين وقمت بجسدينك كنت هناك تقوية مطبخة دخل ما نطبخنا مثل ما قلت لك في عنا سفوف كمبيوتر انجليزة عربية لا يوجد عمل كيف كان حتى الضغط مضبوط حتى كل واحد يشعر أنه يتمكن في مكسيموم لا يوجد كيف كان لا نعلم أيضا نحن نعلم أن الأصول لأن هم الذين عملوا لأنهم عملوا و تعلموا يعني من هنا من عندما عملوا وزبطوا المحلات كله يتعلموا الشي المزبوط وحبّينا أيضا تكون شو تعلموا هون هون هيدا محل سفوف هون هيدا هيدا اللي هيدا رمموه وعملوه وزبطوا هيدا اللي هيدا يتعلموا فيها كل شيء يعني انجليش يعني عربية يعني كمبيوتر يعني مات يعني تاريخ يعني ميدييشن كل شيء وساطة كيف نحكي التعبير الغير العنفي كل هون المواضيع تصير بهذا المكان وحتى هول كما رأيت هول هول كما مام معمولين من إبل السبايا يلي هني أخذوا جرافيك ديزاين تفوف تفوف نحكي نحكي ترجمنا من لن انه كل وضة يلي هون موضى يعمدوا ديزاينات عشي هني بدي شوفتو انه بتعبر عن ههدي بيوضة جيد يشاركو الشباب بيساعدوهن بشي اتترا في رزيدنس هن قاعدين نحن نستقبلون بقوادنا يعني بعد ما خلصوه بس رح مرجيك سنيك فيك صغير عليك كالعقبال ما نكون اول لنس بستعملونك دونك وولا بس بعد شي هيدا بس كل شي هون كبيرنا الكنابيات هون اوضة اوضة شرعية كلتنا ايه بس معمولين هون من الامر الشابين يعني حتى هيدولي مع الجواريز اللي بتحته لاتخوتي اللي احنا عملنا مهم يدهر تختاني من تحته كله هولي معمول هون دوليب هون الدوليب من بوكجا اللي احنا كمان عم نتعاون معهن كتير وكتير عم بيساعدونا فهن اللي قدمونا ايهن خيالي خياله ناقص خيالنا ندري بسناس يوقعاء هالقوده في حمام اذا جاي ساعدكم او اذا جاي العملدية في المنطقة اذا جاي بسروج الانتبار ايه حدا ان يحبب ايها هالانتبار يتعرف على الشباب يتلع بدر ايهن يزور المنطقة يعمل التور ومعبولو ينزل بسارة الابيروت يشارك شي يدبق معوهم شي يعلموا شي واذا يحبب الانتبار كان هناك الكثير من الناس يسألنا عبالة تشوف تراد بصص ما يعرفوا هين بروح و ما عنده حدا يأخذنا انتو بتهتمو بهذا المظور؟ اكيد بل عليك حفظة لعمل التليفون ايه ايه سفر واحد ميتان وثماني واحد سفر واحد عزيم ناكس هاي دي القواد عارف انوك ايوك 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 اوك بدك نفاجيك ترسك نعب المنفوط على ايوك ايوك كنت اقبار المطبخ ايوك 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 كنتك امي ايوك ايوك بيبرنكم ترابلس كله الجبل كله خبين عنو عن الفكرة وشو الحصير الفكرة توك توكنا هي انو نطلق من قبل الشباب من جبل والتتباني يلي هنه تدربوا وعلى الانجليزي حتى يعني بيعفو اذا في حدا فورنر بدو ييجي كمانا فيهم يساعدوا اكيد سواقة صفوفت هايستاندرد من السواقة وسايفتي وكلو هيدا وبيعرفوا المنطقة منيح بيعفو ترابلس منيح في حدا يدقلون اذا بدو توصيلي او بدو حنا مطرحة ويجي او اذا حتى بدو تبوين فينا اشتري نحاس مثلا وين فيه كمان اي اخدو حدا بدو يروح يعمل شوپنج حدا بدو روح يزور اسوائي حدا بدو يزور القلعة ومعرفو مواجود فيه او يدقوا يقولوا انا عايزة ها هي السفرة من ورا حدا بدو اذا بدك هيدا اللوغو تبعا انا هونيك لا تستطيع تصوير واحد هرحس حالو بمصر او بمونبال ها فضل ها فضل وبعد راحسين في رقم تليفون في رقم تليفون لما راح نطلق الفيديو تبعو مكتوب رقم تليفون مكتوب كل شي عليك مفيد 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 ينتخيلوا انه لان يجي يقول ما بدنا نعمل لان نلقي انا منقول بكل الفيديو تطعوهم السنارة عشر طرق تطعوهم السنارة كل هالشابهة بدان ندارو فالتانين بدان نكون نعطيهم بس اكل نحن نقدر نعطيهم طريقة يقدروا هن باتشو حياتهم ما حدا منهم عمدو عزب بكرا يدهر ويقول انا مابعت تعمل شي فار فيك تعمل شي ومثل ما قال بالفيديو عطوني خمسين ألف وقت عزيم بروحب أوبس اليوم فيهم يعطوني أكتر من خمسين ألف بس اعمل شي بيفيد المجتمع وبتعلم بأرضي أكتر 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 متعلم الحب هيا شغل هيا شغل من هون من اللوح لوين؟ على المطبخ فيملي نحن وليك نعمل مورة أكتر شي بطعن هلأ في مصطفى حلوة يلي هو شاب المسؤول عن المطبخ يلي كمانة من واحد من الشريز هو يقرر يعمل لك عزوقه آآ بيض مع حل؟ مرحب 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 أهلا أهلا هاي مصطفى مرحبك مرحبك مصطفى حلوة مصطفى حلوة صرفنا مرحبك 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 لنعمل بادع بندورة واو وحار ايوة أيوة خبيني شوية فقه طبعا المطبخ اوكي رحبك عندو هاي نعمل علاشت هالي هني براند سمنيه قلبه على جارة لعنه بوقت فكرة المساعدة والمحبة والليش من الجار لجار يلي هي مونة ونعرفتك شعائنا من أكل الفئر الزبائي من جميع الناعية من الهاتف الهاتف للطماتج للبيتزا سوس كم صبية تشغل؟ هنا هناك صبيتين وشابين هل الهاتف يزيدون؟ لكن هل الهاتف تكون لديهم هل توقفونه على العيار أو تضيع عدد وراجعون؟ الان 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 لأنه يجب أن تشجعنا وتشتري تحتى نقدر نحن نكفي يعني دائماً نحن نجرب لعمل مثل ما بالمسكات منجرب نوزع ومنجر نعطي بس قدي أن نكفي بدنا نكفي ومين جبتوا تيساعدكم تيعلّمكم؟ 6 صغيرة من الأشتر بالدمان 6 صغيرة صباح الخير خبرنا عنك لما بيعرفيك من فردبياند وشو علمتي وشو عمت عملك اليوم ارى خبر عني أنا مدربة تصنيع زراعي اليوم علمنا هون هي مانا موني موني هي تا إذا فتحنا الغزانة نجد شي ناكله تا كل المواسم اللي بتطلع بالصيف بتكون رخيصة عندهم يقدروا يضبوها للشاتوية تا يكون عندهم شي ناكله يعني إذا فتحنا مرتبان بتنجين فينا نلفه بساندويش وناكله نشبع منه إذا فتحنا مرتبان بتنجين مع بنادورة أو كوسم مع بنادورة فينا نطبخها طبخة قبلها رز ونكلها هدا الهدف كانت تنعلم انه يكون عندنا شي بلغ زيني ناكله نشبع منه مانا موني مثلا تنقول مانا بحاجة لقلة مربيات ممكن نستغني عنا عملنا قسم صغير يلي هي الفواكل موجودة وأكتر شي ركزنا على نشبع منه نشبع منه نطبخها بلا صح الرز يكون عندنا غدا جاهز بالشاتوية تمان نجوع بالشاتوية بأحصن طرق بالطريقة التي تعرفيها أكيد سلامة الغزاء أكيد تكون يحفظوا لان اذا بيعوها تتوصل للمستهلك كمان بطريقة كتير نضيفة مثل ما بنشتغل عطول بكل تعوليات لبنان يالي هي تتوصل للمستهلك اليوم عنا هذا هيدا البتنجين يلي اذا فتحناه فينا نتبلو نفو صاندويش ونأكله جاهز بس بدو طحينة في عنا صلصة البيتزا يلي فينا عجينة نحطها در نيكلة رب الحر البتنجين يلي هيدا جاهز للطبخ بس بدو بصل قبل ورز أكيد جميع انواع الكبيس رب الحر والمربايات يلي هي موجودة كانت عندنا يلي قدرنا اشتغلنا فيها رائع نشوف البيت وين صار شوف ماشي الحال البيت سويني وبي خلاص هتصل لك انتتعلم الآن تقريبا شئ ثم سبع شهور وكيف الاستراتي؟ كتير ها شاكلا كتير بحبة شو ستة عرف طعمة؟ اللي قلت عنانسة تسميرا لب الحار لب الب البندورة بيت نجمع فروم كبيس كوكال اللي قلت عنانسة تسميرا مربت تين مرب الخار خلمش ماش مولي بيد بحار جاهز بيد بحار مع بندورة بيت نحفز الخطرة بالفريزر البعدونس الكسبرة البطاطا كيف نحفزها بغض الفريزر هلا اليوم بدنا ندوء اليوم عزمي كتير شفنا اشياء وكتير شفنا اشياء بتنشرح اليوم بس ما شفتت بوتيك رح ينخلق بوتيك بإكانة تقدر بيع هلا نحن اللي رح نعمل انو رح ننزل ع بيروت سون ونعمل اكزيبشن ب بيروت اول شي تنطلق كل هول الامور مع بعض ان كان الموني ولا ان كان هيدا رح نعمل ايفنت 3 يام رح اتأخر شوي من ورا كوريونو او الروكداون ومش لوكداون واتترا بس رح نعملوا قريبا نطلق هونيك وبعدين ايفنشل الى نطلقهم على الويبسايت كور عنا بوتيك صغيرة هون و بنفس الوقت ديليفري من العلم اللي عايش ببيروت وما بدأ تطلع او شيء بعد ما خبرتين عني انتوني شو بدي خبرك قبلي عن الإكسفيريينس طبعي اولا شي انا الي تقريبا سنة بجامعية مارش عن جد من احلى إكسفيريينس الغريب وقتا بيجي على المنطقة او بالاخص على منطقة التباني والجابل بيكون اخذ فكرة غير عن الموجود يعني بتجي لهون بتشوف عن جد قديش الشباب طيبين قديش عندهم حسن الضيفة قديش بيخاجي للمحل معين عن جد مساعدة لانه يقدروا يكونوا بمواقع احسن واحلى بالحيات ونحلى اكيد اكتبسطنا فيكم عنا و هلأ هوفلي سوى ندوق هالاكلات الطيبين اللي محضرين لكم ايهون هيتا نشوف اللي هني هون محضرين هون بديك ساميرا نشوف المربايات اكيد المرباي اللي هو سكره كتير قليل اشتغلنا على المشموش على الدراء على السكره كتير قليل وهيدا الخوف يلي هو زيت الشي كيف مشتغل بمواصفات يقدروا بيعوا بسوق يكون من اول يوم لاخر يوم بيشتغلوا زيت النوايين حتى صالصة البيتزال كالشا بعملنا كالشا بعملنا كالشي ممكن يقدروا يأكلوا يستفيجوا منه مهازم رأتكي عيكة عملي لقم اصبحا في الحر اليوم اذا بتحب الدوق وكمان الحر ما فيه توم لا اكيد اليوم اشتغلنا على كل الاكل بجون بصل ملع لقم مستفا اسأله انا بحب التوم والبصل فيه هيدا الخداز في عنا هنا مدعم ليه مثل مسيو انتوني كمان ما فيه كل بصل وطون بعمش نفش تغالنا بلا بصل وبلة توم شي رعب ما اذا كيف تغالك فاهمت معي ايوه 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 تحت الالومينيوم جميل ضروري اوبس مرحبا مرحبا هذه الجمعية تفتح القلب تعرفنا على بعضنا في 2016 كان في كافي صغير كانت غير شي بالمرة وفينا لكم اول ما هلأ فتت فتح قلبي هلأد فيديو الخارجين حضر كله صور وتشوفوا قديش في معاينة وقديش تعلمناها باخر ساعة تعلمنا تعلمنا رب الضحكة على وجه العالم تعلمنا كيفينا نعمل فرق بضائعة او بمدينة الناس تطلع فيها او الدولة تطلعوا بتقول من سيين كيفينا نغير عقلتنا للشخص من رشاش لقلم من رشاش لشي يدري عمل فيه شي ينتج من عالم قعدت بالCOVID-19 مش بالبيت بس اشتغلت وشو عملت فرق بمحل بكفي بيروح ببوزيتيفتي بيألوين بيرسم عن جاتش بيفتح لالة فعلا فيه اخواتي منكفي على اخير نهاية موسيقى 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 في موني وفي خضرة 300 300 وصلوا هلا على الأد تسعة ونصف وصلوا هلا على الأد رح رحكم عليها نشوف ما رح يتوزعوا 300 حصة لكل العالم يلي مش قادر تتمون هيد الشلانة يلي مش قادر تأكل خضرة مرتبة ومظيفة فهلا هولي بي شو بقوله من خلالكم وبشكر دعمكم نجح نفرجيكم شوى نويا نسأل ليا شو رح نعمل فيهم بيعتك 300 سلة فيهم كل وحدة تقريبا 10 مرتبين موني وخضرة من عكار خبرين شوى وين رح يروحوا وشو رح نعمل فيهم هيدو اللي اكيد رح يروحوا لهون عالم بالمنطقة من ضمنهم الشباب يعني بس الشباب هنا ميس وعنا 200 لغير عالم بالمنطقة من هون حوالي خطوط التماثل هين بيحاجة ولي هين بيكيفوا يعني بيكيفوا هكشي نحنا منوزع مش شغلتنا بس من وقت لوقت من ورا الوضع اللي صار حبينا انو الشباب يعملوا بيستات هين وهين يعملوا مبادرة اللي كمان سميناها قلبي عزاري وهين يوزعوا حصص غذائية من ابالهم للمنطقة فعملنا كومبيلاشن ده فوق الالفان اسم مع وضع العيلي عدد الافراد اتتترا اتترا سو كل شو يمسين نعطي شو ما بتلعب اما ما قلشن قلتلك سيعة طلو على الاد طلو على الاد بعد بعد خمس دقاي تتخبريني شو عايزين اليوم كيف نسف يارد عامكن من برات لبنان او من لبنان وشو الهدف او شو الحلم الاكبر فعايزين يعني ادمى فينا اوفيسي دعم يعني ان احنا ان كان العالم تشتري غرادنا ولا اي نوع دعم لانه اول شي بدنا نزرب يعني ادمى فينا نفوت نزيد عالم على البروغرام هاي اول شخص ونساعد العالم يصارون فترة بالبروغرام والي قادرين ينطلقوا من خلال مبادراتنا يقدروا يصيروا ينطلقوا لانه بهالوضع الاقتصادي انا شراحة انتخاف على شباب قبل كنا نقول بيجلاقي شغل هلا انه اوكي خلص البروغرام شو بدو يعميد فدعم ان كان انه دعمونا بالغراد اللي عم نعملها ان كان المونة ولا المسكات ولا كل هول الامور يعني بيكون شي فزيع دعم التلفون 01-208-101 شكرا ليو شكرا انتوني شكرا انتوني سنبغ سوا مونة ونأخذ مونة وننشعوني بايدو دعم تنبغي موسيقى 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 اشتركوا في القناة